تعود عمرها لأكتر من 3000 سنة بتعود لعصر سيدنا سليمان لوحة تقريبا أعجب من كل الأصار الموجودة في العالم يمكن حتى تكون أعجب من الأهرامات المصرية نفسها لوحة عجيبة جدا بتحكي الجزء من التاريخ أكدت عليه الأديان لكن أنكروا التاريخ علشان كده تم التعامل مع اللوحة على أنها مجهول على أنها مش موجودة لم يتم تسليط الضوء عليها بالشكل الكافي رغم أن مكتشف أسرار اللوحة عمل فيديوهات وعمل مواقع ونيس كتير تناقلت الصور والفيديوهات وانتشرت كالنار في الهشيم في مرحلة الماء أو في وقت الماء منذ عدة سنوات اللي أنها كالعادة وكعادة النظام العالمي تم إخفاءها والسكوت عنها علشان كده في حلقة النهاردة قررت أن أحيي هذه اللوحة مرة أخرى لأنها من طالب بساطة جزء مهم جداً في التاريخ بتحكي جزء مهم جداً بتؤكد كلام كتير بينكروا أصحاب الأديان أو أسف بينكروا أصحاب التاريخ المزيف لكن بتأكد عليه الأديان علشان كده وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أمير ومحمد الله يخليك يا محمد علشان كده دايماً إحنا هل الصوت كويس؟ الصوت والصورة علشان كده إحنا بنبرزها النهاردة بعضاً منكم هيقول لي إحنا الناس اتكلمت عنها قبل كده أيوة هي الناس اتكلمت عنها قبل كده لكن إحنا هنتكلم عنها باستمرار لأن ده دورنا بمنطقة البساطة الشيء اللي مش هنتكلم عنه باستمرار في الحق هيدفنوه دي الحاجة اللي بيلعبوا عليها باستمرار إنه هم الشيء بيسيبك تتكلم بيسيبك تقول الحقيقة بيحوطك بيقفل عليك الحقيقة الله يا أمين تمام دو كويس الحمد لله فهو بيعتمد اعتماد كله على زاكرة الناس في النسيان لما حد بييجي يتكلم وقول الحقيقة وينشرها فهما بيعتمدوا اعتماد كله على إن هي بعد فترة هتهدى وهيدفن الحقيقة إحنا مهمتنا هنا بقى الحمد لله تمام مهمتنا إن إحنا نعيد ونحيي هذه الصورة لأن الصورة دي بتتكلم عن أخطر فترة في تاريخ البشر طبعا لو سألتكم مين العدو اللي واجه نبي الله إدريس مش هتبقوا عارفين طبعا الله سبحانه وتعالى جعل لكل وديت ذكرت في القرآن الكريم جعل لكل نبي عدو سيدنا محمد كان عدو أبو جهل سيدنا موسى كان عدو فرعون فكل نبي كان لازم يكون لعدو عدو سيدنا هود كان شداد ابن عاد لكن هل تعرف مين عدو سيدنا إدريس عليه السلام هل تعرف مين عدو نوح عليه السلام ما تعرفش طيب هتصدق أن كان عدو سيدنا إدريس هو الأعور الدجال بنفسه وأن مصر تسمت على اسمه بس باللغة الأجنبية مصر اسمها الأصلي مصر تحية لك يا لمية تحية اسمها الأصل رسوم تصيلي طبعا هنتكلم عن رسوم تصيلي في حلقات الجن لأن تصيلي دي خاصة بالجن مش بالبشر تصيلي كانت المدينة المحرمة للجن نبي الله إدريس جاء في أعظم حضارة في التاريخ قبل البشرية ونبي الله نوح برضو جاء في أعظم حضارة كانت نهاية الحضارة على أداء والتنين قابلوا تقريبا النسخة الأصلية والنسخة المقلدة من الأعور الدجال مش هنذكر لتنين دول دلوقتي علشان في ناس بتجي لها حساسية وبتهرش لو ما بقول طبعا انت عارفين هنقصد مين لما بجيب سيرة الصورتين انت عارفين طبعا أن الأعور الدجال ظهر في عدة صور على مدارة تاريخ البشر ازاي مش هنتكلم فيها دلوقتي لكن هو ظهر في كل الأنبياء لا يوجد نبي حتى سيدنا آدم حتى سيدنا آدم الأعور الدجال ظهر في سامنة بس ما كانش أعور بإذن الله حلقة جميلة جدا وهنشوفها حاجات مهمة وعاوزكم تركزوا فيها من بداية النهاية ورد برضو تعمله الإعجاب علشان الفيديو يتحرك ويوصل للناس الأعور ما كانش أعور هو فتنة زي ما إبليس فتنة ده كان فتنة من أول سيدنا آدم بس هو طبعا لم يواجه سيدنا آدم هو كان يا قبيل يا ابنه مش هأذكر اسم ابنه علشان الفيديو يكمل لكن هو بنسبة 70% أو 60% هو قبيل الصورة الأولى للأعور الدجال وبنسبة 90% ابنه البكر هو الصورة الحقيقية للأعور الدجال ظهر في صور كتير جدا على مدار التاريخ ليس من بينها إسرائيل لأن في الناس كتير بتقول لك إسرائيل هو إحدى صور المسيح الدجال لا إسرائيل هو نبي الله يعقوب احنا نختلف معاهم نتفق معاهم هم عداءنا بالتأكيد ما فيش خلاف على كده هم ضلوا لكن ضلالهم ده ما يخلناش أبدا أن احنا نخلط في نبي مقرم من أنبياء الله وهو نبي الله يعقوب فإسرائيل ليست صورة إسرائيل ده هو نبي الله يعقوب عليه السلام هو ليست صورة من صور الأعور الدجال إحنا طبعا هنجيب لك صور الأعور الدجال في مرحله وخصوصا المرحلة الأولى اللي ظهر فيها بجبراته وقوته في عهد نبي الله إدريس المعركة الشهيرة الشهيرة المعروفة أخ نخوة إدريس أيها أخ نخوة إدريس المعركة الشهيرة اللي احنا كلنا بنتفرج عليها وبنسمعها وبنقراها دايما بين إيه وزوريس وست المعركة الشهيرة بين حورس وست المعركة دي هي المعركة الأولى في التاريخ بين الحق والباطل طبعا الفراعنة أو العصر الفرعوني صغها بشكل ما نحن نحن عارفين قصة الحقيقية بتاعتها ونبقى نذكرها في حلقة منفصلة لكن دا كان الصراع الأول في التاريخ بين الحق والباطل وزوريس هو إدريس وست هو الأعور الدجال بس ما كانش اسمه ست ست دا اسمه فرعوني لكن اسمه الحقيقي هنبقى نذكره في حلقة لكن النهاردة هنجب لكم نسخة من نسخ الأعور الدجال اللي ظهر بيها على مرة الزمان وهو نسخة السامري اللي واجه سيدنا موسى عليه السلام طبعا الأعور الدجال مفيش نبي نهائيا قال له وجهه حتى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم ما تولد يوم ما تولد مش يوم ما تبعث كان الأعور الدجال راجع من الرحلة من المقر الرئيسي ليه على الأرض للجزيرة اللي عايش فيها وفي البحر هو راجع في البحر نزل عليه عشرين من الملائكة معهم سلاسل من جهنم يقال لها البرق أو الرعب مش متذكر الاسم أيدوه ويحبسوه لكن رغم كده ظهرت نسخة منه مش عارفين الله سبحانه وتعالى قدرها ازاي أو أراد ليها تحقيقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا سليمان سيدنا سليمان حكم العالم كله لا سيدنا سليمان حكم الأرض كلها من فلسطين طبعا وحكم الأرض بالكامل مصر اليمن كل دي كانت تحت مملكته كل العالم سلم له فالنسخ كان بيظهر النسخة اللي ظهرت في عهد سيدنا محمد هو ابن الصياد دي نسخة ازاي هو مقيد ظهرت منه نسخة محدش في العالم قادر يعرف لكن النسخة ابن الصياد هو نسخة من نسخ ظهور الأعوار الدجال ما فيش نبي اللي لازم يظهر له الأعوار الدجال باستثناء سيدنا محمد ظهور الأعوار الدجال هيكون في نهاية الزمان بشكله بقى أو بجبروت كبير الأعوار الدجال على مدار التاريخ البشري أضل البشرية بمعاونة إبليس هنقف كده عند بعض الآيات الكرآنية ويركزوا معايا في الحلقة واحدة واحدة وفتفوتة فتفوتة لأن الكلام ده مهم لا نبي الله يعكوب هو إسرائيل علاء أو ألاء بيقول نبي الله يعكوب ليس إسرائيل أنت هرجع لك المعلومات دي بالتحديد في حلقة في الفترة الزمانية الرابعة هيبقى في حلقة عن الموضوع ده نبي الله يعكوب أنا بقول لكم الكلام ده ليه أنا عارف أن فيه ناس كتير إحنا كلنا متغزين منهم كلنا متغزين منهم وعاوزين الأرض تتشقق وتبلعهم بس معهم هم شيء ومع الأنبياء الأوائل اللي تكون منهم بني إسرائيل شيء تاني يسحاق يعكوب يوسف كل الأنبياء اللي جم في زمن متتالي ورا بعضه من نبوة سيدنا إبراهيم في سلالة إسحاق لا يجب أبداً إن إحنا نغلط فيهم لو أنت يا علاء أو يا ألاء قابلت الله يوم الإيامة وإنت بتنكر نبي واحد بس نبي واحد فالله سبحانه وتعالى لن يتقبل منك عملك فيعكوب هو إسرائيل وهجب لك الكلام ده بالآيات القرآنية بس في حلقة مش موضوعنا لإني ده موضوع طويل بس أنا حبيت أنبهكم لإني فيه ناس كتير بتغلط في الموضوع ده ونبي الله يعكوب لم يخطئ سيدنا يوسف لم يخطئ حتى سيدنا موسى لم يخطئ هم ضلوا في عصر نبو خزنصر بدأ الضلال من بعد كده وهنبقى نحكي لكم عن قصة السبعون أو الخاخمات السبعون أو الرجال السبعون اللي بدلوا الدين بتاع بني إسرائيل لكن قبل ذلك وما كانوا عن الإيمان فمنفعش أن احنا نغلط فيه نبي الله يعكوب هو إسرائيل ليس نسخة من الأعوار الدجال هنجيب لكم كل نسخ الأعوار الدجال الشهيرة منها نسخ لم تسمع عنها من قبل وزي ما قلت لكم أول نسخة منه قوية غير نسخة طبعا سيدنا آدم اللي هو ابن قبيل نسخة حكمت ونسخة كانت زي أبو جهل كده في عصر النبي صلى الله عليه وسلم النسخة اللي قابلت سيدنا إدريس واللي صورها التاريخ القديم بقصة إزيس وإزوريس والست وحورس هنبقى نورها لكم بالتفصيل بس النهاردة هنتكلم عن نسخته في نسخة السامري تعالوا نشوف الآيات القرآنية بتقول إيه آيات قرآنية وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من الدجال وقال لنا ركزوا كده في الأحاديث دي ركزوا في الحديث ده كويس أو عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه البزار ما صنعت فتنة كانت الدنيا صغيرة ولا كبيرة إلا لفتنة الدجال علشان في ناس كتير بيعودوا يقولوا أنت اللي بتربط الأحداث كلها في التاريخ القديم والتاريخ الحديث والأوسط وكل التواريخ بتربطها بالأعورة الدجال مش أنا اللي قلت ده النبي لما الصورة هتكتمل عندكم في الآخر لما نكمل السلسلة بسيها السلسلة طويلة شوية ربنا يحيينا جميعا ويحيي قناة ونقدر نكملها لما تشوف الصورة كلها هتعرف أنه كل الحاجات المختلفة اللي انت بتشوفها عبر التاريخ كل الضلالات كل الفتن كل التزييف خارج من مكان واحد من مكان واحد ومن شخص واحد طب من الشخص ده الأول نذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم تكن فتنة في الأرض منذ زرق الله زرية آدم تركزوا في حديث النبي حديث صحيح رواهب نماجة حديث صحيح أنه لم تكن فتنة في الأرض منذ زرق الله زرية آدم أعظم من فتنة الدجال وأن الله لم يبعث نبيا إلا حذر أمته الدجاه فيه ناس يقولك الأنبياء كانوا بيحذره من خروجه الأخير في آخر الزمان الأنبياء هيحذر أمتهم من ظهوره الأخير ليه؟ وكل نبي كان يعلم يقينا أنه ليس آخر الأنبياء كل نبي كان يعلم بإسم النبي اللي هيأتي بعد منه وكل نبي كان يعلم أنه نبي آخر الزمان هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هيحذر أمته ليه؟ إيه اللي يخلي كل الأنبياء يحذر أمتهم من الأعوار الدجال لو كان المقصود بهذا التحذير هو الخروج النهائي اللي احنا عارفينه اللي هيدعو فيه أو هيدعي فيه الألوهية وهو مش هيظهر في أمته هيحذر أمته منه ليه؟ هيعمل ألأ وبلبلة في أمته من الدجال ليه؟ إذا لم يكن هناك داعي لو كان هيخرج في آخر الزمان لأنه بمنطقة البساطة ظهر مع كل الأنبياء فيه أنبياء ظهر لهم كالعدو الأول زي سيدنا إدريس وفيه أنبياء ظهر لهم كعدو جانبي زي سيدنا موسى وسيدنا سليمان فهو ظهر بصورة ملك أحيانا كان هو القوة أو هو المواجه الأول للنبي أو في صورة سنوية لكن ما فيش نبي قال لما واجه الدجال بصورة من الصور أو بشكل من الأشكال ده حديث صحيح مفيش فيه كلام طيب نيجي لآية كريمة مهمة قوي أجيب لكم الآية 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 دي ركزوا في الآية دي كده آية قرآنية في منصورة فصلة الآية 29 الله سبحانه وتعالى بيقول وقال الله سبحانه وتعالى ذكر اثنين قال أضلانة مسنة أضلانة من الجن والإنس يبقى فيه واحد من الإنس وواحد من الجن من اللي بيتكلم اللذين كفروا من؟ من جميع الأمم يعني خلاص خلاص بعد إما جهنم والعيز والله تتقفل والكفار بقى على مدار التاريخ يدخلوا مش من أمم محددة من جميع الأمم ربنا جابها ناكر قالوا الذين كفروا كلهم كلهم يوم القيامة في جهنم هيطلبوا من ربنا أول طلب هيطلبوا أنه يجيب لهم اللي اتنين اتنين واحد من الإنس واحد من الجن الإنس الجن عارفينه إبليس عايزينه عشان يحطه تحت أقدامهما يكونوا أسفل السفلين مين الإنسي معنى كده إن الإنسي لازم ولابد يكون لنفس صفات الجني اللي هو إبليس أولا لازم يكون من المنظرين يعني لازم يكون موجود من بداية الخليقة لنهاية الخليقة بيدل في البشرية عشان كده البشرية كلها طلبت براسه لأن لو كان ضل أمم معينة أو جي يضل البشرية في آخر الزمان إيه هتدعي في إن الأمم السابقة هي تطلب براسه هم مالهم هم ما شافوهوش ما أزهمش في حاجة لكن إيه اللي هيخلي كل البشرية منذ أول تاريخ البشر لنهايته من الكفر والعياذ بالله في جهنم يطلبوا إنسي لازم الإنسي ده يكون مخلد زي ما إبليس كان مخلد في تاريخ البشر مش مخلد لنهاية الزمان يعني من أول التاريخ لنهايته علشان يفعل أفعاله والتاني حاجة لازم تكون ليه نفس قدرات إبليس إنه هو يقدر يضل كل هؤلاء البشر في كل مراحل الزمان يبقى لازم يكون بيمتلك إمكانيات جبارة والإمكانيات دي مش موجودة غير فالأعور الدجال زي ما النبي صلى الله عليه وسلم وصفهرنا وزي ما هنقول في حلقة النهاردة يبقى إحنا عندنا اتنين البشرية هتطلب بهم واحد من الإنس أضلانا اتنين اتنين واحد من الإنس واحد من الجن فلازم يكون لهم نفس القدرات ونفس الممكنات بعض العلماء قال لك قبيل الإنسي هو قبيل طب ليه قلته قبيل قال لك لأن قبيل قتل وسن سنة القتل وهو اللي سبب إن جريمة القتل تفشت في البشرية بعد كده طبعا ده كلام خاطئ لأن قبيل المفروض أن هو قتل هيشيل زنب كل جريمة قتل حصلت لنهاية الزمان وده العقاب اللي الله سبحانه وتعالى عقبه به لكن المفروض إن تبقى للقرآن الكريم والأحاديث النبوية هو مش مسؤول عن بقية الفتن قبيل لو لم يكن المقعور الدجال فبقية الأمم هتتنادي ليه بي إن هو هو لم يطلب منهم الكفر الشيطان أو إبليس طلب الكفر من البشرية قبيل لم يذكر التاريخ إن هو طلب من الناس الكفر قبيل لم يطلب من الناس يعملوا كل الحاجات اللي هدخله من جهنم هو قتل بس هيشيل زنب كل ده بس مش هتطالب بالبشرية برعبته البشرية هتطالب بإنسان أضل شوفوا الآية الكريمة بتقول إيه أضلانة يعني فيه شخص كان شغال إضلال في البشرية من أولها لأخيرة من أول البشرية لأخيرة وده طبعا بيؤكد حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن ما من نبي إلا وحذر ربيته منه يعني الحديث الشريف جاب لنا الإسم اللي تذكر في الآية الكريمة من إنسي اللي هيضل البشرية من بداية الزمان لأخيرة فالحديث النبي والشريف أكد لنا إن الشخص الإنسي ده اللي موجود من بداية الزمان لنهايته هو الأعور الدجال طيب نجيب برضو حديث الدجال كتيرة طبعا إحنا مش هنذكر تفاصيله الشخصية أو ظهوره في آخر الزمان هيعمل إيه لإن ده هيكون في الفترة الزمنية الستة بإذن الله طيب إحنا هنتكلم عن الصورة أو اللوحة العجيبة طبعا الله سبحانه وتعالى قال عن إبليس بسم الله الرحمن الرحيم قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم من المنظرين يعني إبليس من المنظرين يعني إبليس مش هو المنظر الوحيد من بداية البشرية لنهايتها أصبح إن الله سبحانه وتعالى ما قالش الإبليس أنك منظر قاله إنك من المنظرين يعني إنت واحد من اللي أنا هخرجهم برى القوانين الطبيعية وبرى السنن إن الكائن الحي لازم يموت ليه مدى معينة ويموت إنت هتخرج برى السنة دي وخليك من المنظرين واحد منهم يعني في غيره وطبعا لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا إن كل النبي حذر أمته منه يبقى هو الأعور الدجال برضو من المنظرين ولما الكفر في جهنم يقولوا أرنا اللزانة أضلانا أضلوا البشرية كلها من الإنس والجن يبقى برضو هو الأعور الدجال من المنظرين ضيف على كده إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا إن الدجال مقيد في جزيرة في حياته طب مرة أكتر من ألف وربعمائة واربعين سنة على وفاة النبي أو على هجرة النبي صلى الله عليه وسلم والدجال لسه حي على الجزيرة ده معناه إيه؟ ده يأكد لنا إنه هو خارج قوانين الزمان يعني خارج القوانين مو ألف وربعمائة سنة والله أعلم لسه كم سنة على ما يخرج ورغم ذلك مزال حيا في الجزيرة ده معناه إن انت ما تقدرش تقول عليه إنه بتنطبق عليه قوانين البشرية لأن ما فيش حد من البشر أساسا عاش ألف وربعمائة سنة فمعنى أنه عاش أكتر من ألف وربعمائة سنة فده معناه بما لا يدع مجال للشك وأساسا كان عايش قبل ميلاد النبي إنه خارج القوانين الطبعية بيظهر في نسخ مختلفة بأشكال مختلفة فتنة الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن ما فيش فتنة من أول التاريخ لأنهايته قال لو كانت في خدمة الدجال علشان طبعا يضل البشر السبب الثاني إن إبليس ما يقدرش يعمل شيء مادي على الأرض إبليس يوسوس يفكر يخدع يفتن لكن على الأرض ما يقدرش ينفذ من اللي ينفذ لازم يكون ليه عميل أرضي بشري ليه القدرة والإمكانيات اللي ما تقلش عن إبليس اللي قادر على التنفيذ يحول الكلام أو الخدع أو الأفكار الشيطانية بتاعت إبليس لواقع على الأرض يعني مثلا لو إبليس حاب يوسوس للناس ويقول لهم إصنع أصنام لازم يكون في واحد من البشر موجود في وسط البشر يصنع هذي الأصنام يخلي هذي الأصنام تتحرك يخلي هذي الأصنام تتكلم لازم حد يكون شغال على الركن المادي لأن الأمر ده مش موجود في يد إبليس نكمل بقية الآيات القرآنية لوسيفر ده اسم إبليس فيه آآ عندي في الطبرة طبعا تصيلي ده هنتكلم عنها هنتكلم عنها كتير طب الحمد لله هنتكلم عن الحرص في وقته مساء الخيرات نبي الله يعقوب إسرائيل فعلا معك هاق طيب نكمل بقى ونتكلم عن اللوحة اللوحة العجيبة طبعا احنا عارفين ان في زمن نبي الله موسى نبي الله موسى قابل أخطر أربع شخصيات في التاريخ طبعا آآ قابل السامري اللي هو الأعور الدجال زي ما نسمتلكه في حلقة النهاردة قابل فرعون وما أدراك ما فرعون اللي قال أنا ربكم الأعلى من شدة جبروته قابل قرون أغنى رجل في التاريخ البشري وقابل الخضر اللي هو المنظر التالت المنظر التالت الخضر أو سيدنا الخضر اللي انها شبهته بقدر الله سبحانه وتعالى واللي في نهاية الزمان هتكون بينه وبين الأعور الدجال اللقطة أو المستر سينز الأساسية اللي هتقلب الأحوال مع الأعور الدجال بس فيه في آخر الزمن في آخر ظهور للأعور الدجال قابل غروب الشمس أو شروق الشمس من مغربة طيب الأعور الدجال ده ظهر زي ما قلنا في عدة شخصيات سيدنا موسى واجه أربع شخصيات مهمين جدا منهم شخصيات شريرة ومنهم الخضر الشخصية جيدة وصالحة أهم الشخصية بقى الساميري الساميري نحكي قصته الأول وبعدين نسقطها على الصور اللي هنشوفها دلوقتي نشوف الساميري ده عمل إيه ركزوا معي كده الله سبحانه وتعالى قال بسم الله الرحمن الرحيم وما أعجلك عن قومك يا موسى سيدنا موسى ذهب لمقابلة الله سبحانه وتعالى كما أمره الله في الجبل الجبل المقدس طبعا في سيناء سيدنا موسى راح بدري راح بدري عن معاده ربنا بقول له جيت بدري ليه وصبت قومك فسيدنا موسى قال له قال هم أولاء على أسري وعجلت إليك يا ربي اللي ترضى يعني هم ماشيين على نفس الخطة اللي أنا قلت لهم عليها أنا متطمن لهم أنا مقامل لهم وأنا جيت لك يا رب بدري علشان ترضى عني زي يعني حبا في الله راح بدري عشان يبين لله سبحانه وتعالى إن أنا أنتظرك يا رب طيب ربنا قال له إيه قال فإن قد فتن قومك من بعدك وأضلهم السامري ربنا بقول له إن إحنا نزلنا فتنة في قومك من بعدك الفتنة دي كانت متمثلة في السامري وأضلهم خلي بالكم من كلمة أضلهم دي اللي هو الآية اللي ذكرناها من شوية إن الكفار على مدار التاريخ بيقولوا اللذين أضلانا السامري أضلوا والرسول صلى الله عليه وسلم قال إن كل فتنة على مر التاريخ البشري كله بتخدم الدجال والله سبحانه وتعالى برضو ذكر إن السامري فتن وأضل الحديث والآية القرآنية الآية والحديث تذكروا في الآية دي بتوصف السامري طيب نكمل فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعيدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكن حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك أنقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسى ركزوا بقى في كل فتفوتة عاوزكم تركزوا فيها كل حرف عاوزكم تركزوا فيه عاوزكم كده تسيبوا كل حاجة في إيديكو وتركزوا في الكلام اللي جاي ده علشان مهمة أوي السامري السيدنا موسى لما يخرج من مصر طبعا هيطلب من بني إسرائيل أنهم يسيبوا كل الخير اللي بيملكوه بيوتهم كنزهم أموالهم كل شيء هيسيبوا أموال كتير لهم في مصر وما كان لهم أموال ولهم تجارة يكفي إن أغنى رجل في التاريخ كان منهم الوكرون تقريبا كعادتهم على مر الزمان هم أشهر تجار في التاريخ أو أمهر تجار في التاريخ طبعا لأنهم بيستحلوا كل شيء فالتجارة بالنسبة لهم بابها مفتوحية فسابوا كل أموالهم فسيدنا موسى طلب منهم إن هم يقابلوا المصريات يعني النساء بني إسرائيل يقابلوا نساء الكبت من مصر وياخدوا منهم دهبهم كأنهم يعني بيستلفوه وياخدوه ويخرجوه وفعلا ده حصل لم يذهب كتير جدا من النساء مصر ويخرجوا بيه يعني ده تعويض عن ده تعويض عن الأموال والكنوز اللي هيترقوها واللي طبعا هيستولى عليها المصريين من بعد ما يخرج سيدنا موسى وبني إسرائيل فالساميري قال لهم الأموال دي حرام مع العلم أن سيدنا موسى حللها لهم بسألهم الأموال دي حرام وإزاي أن احنا نسرع حد وسيدنا موسى نسي نسي يقول لكم أنها حرام طبعا المصريين كانوا بيعبدوا العجل قبيس وقصة العجل قبيس دي قصة كبيرة جدا هنبقى نحكيها لكم في وقتها مش هيتسع الحلقة أن احنا نذكرها لأن قصة كبيرة جدا بدأت بعبادة البوتشير جد عاد هو ما نخترعها هذه العبادة بأمر من الشيطان بشكل مباشر العجل قبيس ده ظل مقدسا في العقيدة المصرية لغاية تقريبا عصر الرومان وتنقلته بقى الهنود والصينيين وعبدوا العجل أو البقر من بعد هذه العقيدة يعني خدام المصريين فالعجل قام جاي جاب الدهب حطه في النار هيقوا في شكل عجل وخلى العجل ده يبقى ليه خوار يبقى ليه صوت فالمصريين عبدوه في بعض المشايخ وبعض العلماء سمعتهم بقولوا كلام غريب جدا بيقولك أن هذا العجل كان مجرد عيئة مثال وكان الهوى بيدخل من فمه ويخرج من دبره فكان كأنه صوت خوار كأنه صوت خوار أو بيدخل من دبره فيخرج من فمه فيفتكر بل الإسرائيل إن ده صوت خوار طبعا الصور بيعمل صوت خوار اسم صوت الطور اسم خوار يعني هم بني إسرائيل دول كانوا بيأكلوا برسيم مثلا يعني ماشي مختلفين معهم كل الاختلاف في الزمن الحاضر يعني بس بشر يعني بني إسرائيل يعني وصل بهم الجاهل لأن هم مش عارفين أن الريح بيدخل من الضبر وبيخرج من الفم وأن هذا العجل غير حي عشان يعبدوه يعني إحنا بنتكلم في هذا الزمن وفي هذه اللحظة دول كانوا المؤمنين الواحدين على وجه الأرض انتم متخيلين بني إسرائيل اللي كانوا مع سيدنا موسى كانوا المؤمنين الواحدين على الأرض هنسفع أقولهم للدرجة دي يعني مش لازم أن إحنا عدعنا لبني إسرائيل اللي موجود حاليا يخلينا أن إحنا نتكلم على بني إسرائيل اللي كانوا موجودين مع سيدنا موسى طبعا هم غلطوا كتير وهنتكلم على أخطاعهم والكوارس اللي عملوه بس كانوا مؤمنين فمعقوله أن هم كانوا جاهلة لدرجة أن هم مش قادرين يميزوا الريح اللي داخلها من الضبر وخرجها من الفم لا طبعا العجل ده السامري قدر يحييه قدر يخليه حي علشان كده البني إسرائيل سجدوله وعبدوه أو خلينا نقول تلتين بني إسرائيل سجدوله وعبدوه لأن التلت رفض وظل معه هارون أخو سيدنا موسى هتقول لي إيه دليلك انت بتستنتج لا هقولك الدلائل من القرآن حالا عمي تستعجلش آه قرون هو اللي اكتشف كنوز دي قوم عاد آآ أشكرك طبعا على المايك عليكم السلام من آآ أهل الأردن وآهل الأردن الكرام وكل العرب فعلا ابن صياد اختفى آه بالله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فعلا لا للتفاه طيب نكمل بصوا الآيات الكريمة اللي جاية دي وركزوا برضو في كل كلمة قال ولما رجع موسى إلى قومه غضبان آسفا آسفا قال بإسما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح تخيلوا أن سيدنا موسى كان رايح يقابل ربنا عشان يجيب الألواح الألواح اللي هي الطورة الأصلية مش المحرفة الطورة الأصلية اللي نزلت من السماء أنتم متخيلين أن الطورة الألواح دي اللي سيدنا موسى رماها على الأرض وتكسرت وتحطمت كتبها الملائكة أنتم متخيلين عاوزكم كده تتخيلوا الغضب وخصوصا أن سيدنا موسى النبي صلى الله عليه وسلم وصفوا أنه كان شديد وما كانش بيهزر سيدنا موسى كان قوي جدا ده زع واحد بيدرعه عتله من أجباط مصر كان سيدنا موسى الرسول صلى الله عليه وسلم قال كأنه من أبناء شبوة دي مكان قبيلة في اليمن قديما كانوا معرفين أنهما بتحكوش ما بيهزروش دايما جد شخصيات أقوياء طوال القامة فسيدنا موسى كان قوي جدا وكان يعني بيغضب بسرعة عشان كده طلب من الله سبحانه وتعالى أنه يأتي معه بوزير اللي هو نبي آخر أخوه هارون لأن هارون كان حليم إنما سيدنا موسى كان بيغضب كان سريع الغضب فسيدنا موسى ألقى الألواع تخيلوا بقى لما يعني إحنا كبشر عاديين لما بتيجي واحد يرمي الشنطة بتاعتك تقول له فيها كتاب دين فيها يوم شايلة من على الأرض وبيسها عشان بس أعرف أن فيها المصحف أو كتاب دين أو آية من آيات الله لا ده سيدنا موسى بقى كان مسك كتاب الدين اللي هو التوراة ما هو كان ساعتها التوراة هو كتاب الدين اللي موجودة على الأرض من القرآن لم ينزل في هذا الزمان فمسك التوراة الأصلية كتاب اللي نزل بين عند الله سبحانه وتعالى ورمع الأرض تخيلوا بقى شدة الغضب تخيلوا حيالة سيدنا موسى طيب نكمل قال لهم ايه وأخذ برأس أخيه يجره إليه هاد سابل رمل ألواح على الأرض وراح جر سيدنا هارون من رأسه ولحيته زحفه على الأرض شوفوا الغضب اللي فيه ده بيزحف نبي وأخوه شوفوا الغضب اللي كان فيه سيدنا موسى قدام قومه المحفظ أنه نبي زيه لأنه زحفه على الأرض فسيدنا هارون قال له ابن أم قال ابن أم إنن قوم استضعفوني وكادوا يقتلوني قال له هما كانوا عددهم أكبر فهيقتلوني وهيقتلوا الحبة اللي معايا لو عرضتهم لأن سيدنا موسى طبعا الآيات اللي احنا هنذكرها دلوقتي دي الله سبحانه وتعالى ذكر القرآن الكريم فيه جوامع الكلم يعني إيه جوامع الكلم يعني الله سبحانه وتعالى مش زي الكتب الأخرى السابقة أو أي كتاب في الدنيا إن الله سبحانه وتعالى لما بيذكر كلام الكلام ده المفروض أنت تفهم اللي قابله أو اللي بعده من مجرد ذكر هذا الحدث يعني تقدر من خلال الإجابة تعرف السؤال كان إيه فاهمين النقطة ماشية إزاي فلما طبعا لما نعرف إن سيدنا ربنا يقول لنا إن سيدنا نوح جر أخوه هارون وإن سيدنا هارون استعطفه ده يبين لنا المشهد بالكامل فقال لا تشمت بيها الأعداء من الأعداء اللي هما التلتين اللي عبدوا العجل ولا تجعلني مع القوم الظالمين يعني قال له ما تحطنيش معاهم في زمرة واحدة تخيلوا بقى كمة الغضب اللي كان فيها سيدنا موس نيجي آآ لآيات تانية حين بقى في الموقف ده عاوزكم تتخيلوا معايا كده آآ الوضع كان إيه تخيلوا معايا الوضع عشان تقدروا تتخيلوا الصورة بشكل كبير قبل ما أعرض عليكم الصور بتاع النقش العجيب عاوزكم تتخيلوا معايا الموقف كده سيدنا موسى رجع غضبان رمل ألواح على الأرض جر أخوه واعتبر أهانه أمام القوم مين بقى اللي وقفين هارون تلت من اليهود لم يعبدوا العجل تلتين من اليهود عبدوا العجل والساميري طبعا بقى المفروض أن الساميري لما يشوف الوضع ده ويشوف سيدنا موسى عليه السلام جر أخوه نبي زيه على الأرض المجرد النواف ساكت ومعملش حاجة هيعمل إيه في الساميري يعني أنتم متوقعين أن سيدنا موسى اللي رمى الألواح الألواح دي اللي هو التوراة الكتاب المقدس الأصلي اللي نزل من عند ربنا والملائكة كتابته بأيديها رمى على الأرض دغدغها ومسك أخوه وزحفه هيعمل إيه بقى في الساميري المفروض بقى يعمل إيه في الساميري وهو في حالة الغضب دي نكمل نكمل الأول قبل ما نقول عمل إيه في الساميري نقول عمل إيه في التلتين تخيلوا أن حكم الله سبحانه وتعالى عالي عبدوا العجل أنهما يقتلوا نفسهم يعني الله سبحانه وتعالى اللي حرم قتل النفس أمر بني إسرائيل اللي عبدوا العجل وأقال لهم علشان يتوب عليكم وقتلوا أنفسكم ده كان عقاب اللي عبدوا العجل يبقى عقاب هارون النويف ساكت ان سيدنا موسى زحفه على الأرض وتوسل إليه بأمه طبعا لأن الأم هي الأقرب رحما توسل إليه بأمه ان هو يسيبه ومش يميتش فيه الأعداء ربنا نزل حكم على التلتين اللي من بني إسرائيل اللي عبدوا العجل انهم يقتلوا نفسهم ولما رفضوا أنزل الله سبحانه وتعالى عليهم ظلمة خلتهم يقتلوا بعض التقديرات اختلفت اللي بيقول مات سبعين ألف بسبب هذه الظلمة اللي نزلت وكانوا بقتلوا أن كل واحد حس بالغدر من التاني فبدوا قتلوا ببعض عقاب الله فيه اللي بيقول سبعين ألف وفيه اللي بيقول أكتر وفيه اللي بيقول لي مش مهم العدد كان كان ان المهم ان ده كان عقاب اللي عبدوا العجل يا طرى بقى سيدنا موسى هيعاقب الله سبحانه وتعالى وسيدنا موسى هيعاقب السامير ازاي طب نشوف الله سبحانه وتعالى عاقب السامير ازاي الله سبحانه وتعالى خلى سيدنا موسى يتكلم مع الساميري بهذه الصيغة قال له قال فما خطبك يا ساميري يا سلام ازاي سيدنا موسى اللي جرخوه على الأرض ورمى الألواح وامر البني الكوزي كبير من بني إسرائيلي المؤمنين اللي عبدوا العجل يقتلوا أنفسهم وربنا نزل الظلم وقتلوا بعضهم يروح الساميري وقول له ما اخطبك يا ساميري بتكلم معه من طال لطف طيب الساميري رد عليه قال له ايه فلي بالكم بقى علشان هنا الإعجاز القرآني إن القرآن كان بيجيب هيجيب لنا إجابات وإحنا هنتوقع الأسئلة طيب قال ايه سيدنا موسى سأله ما اخط بك يا ساميري بمنتهى الرئة رد عليه قال له قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أسر الرسول فنبستها وكذلك سولت لي نفسي ركزوا بقى في جل الجملة كده قبضت قبضة من أسر الرسول الرسول هو جبريل لأن سيدنا جبريل قتى على فرص لا احنا لسه مذكرناهاش ونبقى نذكرها لكم في الفترة الزمنية الرابعة لما مسألتوش نفسوكوا سؤال كده فيه سؤال ما عارف انتم مسألتوش نفسوكوا عليه قبل كده انا سألت بنفس بصراحة بس عرفت الاجابة هل هلكوا دلوقتي ايه اللي خلى فرعون يدخل ورا سيدنا موسى البحر يعني فرعون شاهد سيدنا موسى شق البحر وعده طبيعي طبيعي جدا ان فرعون لازم يكون عارف هو والملايين اللي كانوا وراه من جيش مصر وكبار رجال مصر ان سيدنا موسى لما هيعد النحة التانية ما هيعد قبله طبيعي ان هو هيعد قبلهم مش هو دخل البحر قبلهم فهيعدن البر التاني قبلهم ان زي ما سيدنا موسى فتح البحر هيقفله مش محتاجة يعني تفكير لو جبت بيب صغير هيعرف الكلام ده فرعون ايه اللي خلى فرعون يدخل ورا سيدنا موسى البحر وهو يعلم يقينا ان سيدنا موسى اول ما هيوصل نحة التانية هو بني اسرائيل او اللي 12 صبت من بني اسرائيل ان سيدنا موسى هيقفل من اللي فتح البحر هيقفله هيغرق ايه اللي خلى راح وراه اللي خلى راح وراه ان الله سبحانه وتعالى ارسل جبريل وهو سيدنا فعلا فرعون كان راجع فرعون لما شاف سيدنا موسى شق البحر ونزل كان راجع الله سبحانه وتعالى ارسل سيدنا جبريل على ناقة او حاجة اسمها الابكر تقريبا مش متذكر الاسم حاليا نزلت سيدنا جبريل نزل ورا سيدنا موسى فالفرص اللي كان عليها فرعون شافت سيدنا جبريل وشافت الحصان اللي كان راجعه سيدنا جبريل وشق فيه المية بعد سيدنا موسى فنزلت وراه ففرعون ما قدرش يتحكم في الحصان اللي كان راجعه ونزلت ورا فرصة جبريل فرصة سيدنا جبريل فقام كل جند مصر اتبعوه واول ما كلهم نزلوا المية سيدنا موسى قفل عليهم البحر الناقة دي بقى سيدنا جبريل لما نزل هنا السامري بيقول لسيدنا موسى بصرت بما لم يبصروا به يعني شوف اللي هما ما شافهوش مين بقى اللي يقدر يشوف الملايكة من البشر ما فيش غير الانبياء وشخص واحد من البشر مين الاعور الدجال اده اول دليل على ان السامري هو الاعور الدجال حديث للنبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان الاعور الدجال ابحث بس عن الحديث عشان ما اقولوش من دماغي النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الاعور الدجال لا يدخل للمدينة رعب المسيح الدجال لها يوم اذن سبعة ابواب على كل باب ملكان الاعور الدجال هيروح يحاول يدخل مكة والمدينة فمش هيعره الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول يجي الدجال فيصعد احدا جبل احد اللي خارج المدينة فيطلع فيصدر للمدينة فيقول لاصحابه على طرون هذا القصر الابيض هذا مسجد احمد ثم يأتي المدينة فيجد بكل نقب من نقابها مالكا مسلطا فيأتي سبخة يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا ان الدجال كل ما يجي هيروح المدينة عشان يدخلها عشان يفتن اهلها يلاقي ملك واقف على ملك من الملائكة واقف على أبوابها بسيف فيرده يعني هيرجعه فمش يعرف يدخل لمكة ولا المدينة يبقى الأعور الدجال هو الإنسي الوحيد اللي بيقدر يشوف الملائكة والسامري قال لسيدنا موسى طبعا الإنسي الوحيد غير الأنبياء قال لسيدنا موسى فعلا لأ فرس الرسول مش فرس الرسول سيدنا موسى عشان بس الناس تفه فرس الرسول مش سيدنا موسى الرسول اللي هو جبريل لأنه قال له في الآية بصرت بما لم يبصروا به ما الناس كلها كانت شايفة سيدنا موسى من الرسول الثاني اللي السامري شافه والبني اسرائيل ما شافهوش سيدنا جبريل ما سيدنا جبريل رسول السماء طيب نيجي نقول أن الأعور الدجال قال لهم كده صراحة قال لسيدنا قال لسيدنا موسى في حديثه بصرت بما لم يبصروا به بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول ما هو مش معقولها يكون بيكلم سيدنا موسى ويصر الرسول سيدنا موسى ويقوله كان هيقوله قبضت قبضة من أسرك وبعدين قبضت قبضة من أسرك ليه ما هو ما الناس كلها شايف سيدنا موسى وشايف أسره على الأرض أو غرزة رجله في الأرض هو بيقوله أنا قبضت قبضة من أسر الرسول اللي هو جبريل فنبستها نبستها يعني رميتها على العجل اللي ادهب هيعمل كده ليه يعني السامير هياخد أولا شاف سيدنا جبريل وشاف موضع قدمه وأخدها وبيفتخر أنه شاف اللي ما فيش حد شافه ورمها على العجل وانت عملت عجل والريح هيدخل من دبره وهيخرج من فمه والناس اللي وقف ده عبيطة وان ده ربنا او ان ده عجل ابيس اللي كان بيعبوده الفرعنة او الاله ابيس كان كما يقال ايامها والعياذ بالله طبعا هو رمى قدم سيدنا جبريل على العجل علشان يصحى فالصحي لما الصحي سجد ليه تلتين بني اسرائيل فانبستها هو مش محتاج يعني حدفتها عليه لما حدف عليه الصح ودي فتنة لان الناس هتقول لي وهو الله صحيح لان الله سبحانه وتعالى لسه قيل في الاية الكريمة لسيدنا موسى لو براح يقبله على الجبل قال له قال فان فتن قومك يعني الله سبحانه وتعالى اللي سمع للسامري بان يشوف قدم سيدنا جبريل وياخد شوية طراب او اي حاجة من اللي كان ماشى على سيدنا جبريل او اي اثر تركوا سيدنا جبريل مكانه ويحتفوا على العجل فصح العجل صحي اتكلم مع الناس مش صحي وبس تتكلم معهم فالناس قالت لك لا يبقى اله وهو مش اخبية اول للدرجات يعني ان هم يعبودوا صنم او تمثال ما هم لسه سايبين الاصنام والحاجات دي تركوها إلا يخلوهم عبودوا صنم قدامهم فهو صحا فعلشان كده فتن اغلب بني اسرائيل شوفوا بقى الكلمة اللي جاية دي بيقول لسيدنا موسى وكذلك سولت لي نفسي يعني مزاج يعني بالبلد كده زي ما بنتكلم بلغتنا كده بالعامية اذا كان عجبك فأكيد هنا سيدنا موسى سأله بعدما سيدنا موسى عرف هو عمل سأله انت عملت كده ليه بس الله لم يخبرنا بالسؤال لان الاجابة هتوضح لنا السؤال كان ايه لان لما سامري يقول كذلك سولت لي نفسي يعني سيدنا موسى سأله قاله انت عملت كده لي فقال له مزاج كذلك سولت لي نفسي نفسي قالت لي كده عملت برحتي الآية واضحة كذلك سولت لي نفسي دخلو بيكلم سيدنا موسى اللي لسه رام الالواح وشدد اخوه والمجزرة اللي حصلت في بني اسرائيل اللي عبد العجل هو بمنتهى الهدوء يشرح له عمل ايه وازاي احيا العجل وازاي فتنهم هو بمنتهى البساطة يقول كذلك سولت وقف قدام سيدنا موسى وما اهدراك ما سيدنا موسى في زمنه وقل له كذلك سولت نفسي ده سيدنا موسى راح يحوش بين اتنين واحد من بني اسرائيل قومه واحد من اكباط مصر نجز زعه مات نتخلو سيدنا موسى ده كان عمل ازاي زعه بس مات وواحد وقف قدام سيدنا موسى اقول له مزاجي انا عارف انه طبعا ما قالش مزاجي بس ده معناها بيقول له وكذلك سولت ليه نفسي ده كلمة وكذلك سولت ليه نفسي اسوأ من كلمة بمزاجي انا انا مزاجي كده انا عملت كده بمزاجي فشوف الله سبحانه وتعالى صغالنا ازاي عشان يبريين لنا انه مش شخصية عادية احيا شاف جبريل خد قبضة من اثر جبريل والقاها على العجل في احياه وخلى العجل يتكلم مع بني اسرائيل وفي الاخر وقف كده وبعد ما شاف المجزرة اللي حصلت وشاف الغضب وشاف كل ده وبيقول له مساجي كذلك سولت ليه نفسي حاجة غريبة جدا طيب اه طيب سيدنا موسى بعد كل ده رد عليه قال له ايه شوفوا الاول الاية اللي هي سيدنا موسى اتكلم مع قومه بقول لهم واسقال موسى لقومي يا قومي انكم ظلمتم انفسكم اتخاذكم العجل فتوبوا الى بارئكم فاقتلوا انفسكم ذلك خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم انما هو الطواب الرحيل تخيلوا عقبهم الموت ورغم كده السامري واقف ولا في دماغه طيب يطرع عقب ربنا اللي هي نزله لسيدنا موسى علشان يعقب به هذا السامري البجح اللي فتن بني اسرائيل وخلاهم يتركوا عبادة الله ويعبدوا العجل يطرع عقبه كان ايه طيب نشوف ربنا قال لنا ايه سيدنا موسى رد عليه وقال له فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس اذهب بعد كل اللي عملوا ده بتقول له اذهب اذهب طيب واحدة واحدة كده مع بعض وركزوا معايا في الجزء ده لأن العلماء والمفسرين قالوا شيء وأنا هقول لكم شيء تاني طيب وركزوا معايا واحدة واحدة كده العلماء قالوا ان الله سبحانه وتعالى انزل الجرب او مرض معدي على عقابا السامري على اللي عمله فسيدنا موسى قال له اذهب لك في الحياة ان تقول لا مساس مش فاهم يعني هو سيدنا موسى خاف يتعيدي ان هو يقتله فقال له اذهب فمن حقك تقول لا مساس طبعا نفهم من الكلمة ان سيدنا موسى بيقول له اذهب فان لك في الحياة ان تقول لا مساس ده نفهمها على طول تلقائيا ان السامري بعد ما قاله وكذلك سوالتني نفسي قال لسيدنا موسى اللي انت عاوز تعمله عمله وريني وريني هتعمل انت لا مساس اذهب 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 لك في الحياة ان تقول لا مساس يبقى هو قال لسيدنا موسى انت مش هتعرف تعمل معي حاج انت مش هتعرف تلمس كذلك سولت لي نفسي بمساجي وانت مش هتعرف تعمل معي حاج فسيدنا موسى قال له لك انت كل مساس فازاي ان هو ربنا اصاب بالجرب فسيدنا موسى كان ممكن يقيت له بحرب من بعيد سيدنا موسى كان هيقطع رقابته بالسف من بعيد وبعد انه الله سبحانه وتعالى يقتل الناس اللي عبدت العجل واللي خلق الفتنة من اساسها وصنع الفتنة الله سبحانه يقتلوا بعض اصعب ولا المرض طيب الناس هتقول للمرض عشان يتعذب حل هو ربنا عذبه هو بالمرض ولا عذب البشرية هو لما ربنا يسيبه بمرض جلدي سيدنا موسى يقول يذهب السامير هيمش يحضن في البشر ده السامير هيتحول لكم بلا بيولوجية موقوطة هيمش يحضن واحد شرير عبد ربنا على الارض في ذلك الزمن وربنا اصاب مرض جلدي معدي فبيقول الناس محدش هيدر يلمس ني علشان انا عندي مرض معدي ده بيتفاخر هو بيمكسوف ده بيتفاخر بيقول سيدنا موسى هيتحول تقدر تلمس هو ده واحد مصاب بمرض جلدي وبعد ربنا هيسيبه مرض جلدي عشان يعاقب السامري ولا يعاقب البشرية والسامري هيمش من قدام سيدنا موسى كل ما هيقبل واحد يحضنه البشرية كلها هاتوباد اذا كان فيه فار في اللي هو الطعون الكبير لو تسمع عنه اللي قضى على نص البشرية فار كان بيحمل الوباء اتنقل من الهند لمصر لأوروبا اباد نص البشرية فار كان شاي المرض اباد نص البشرية في الطعون الكبير اللي هو الدنبالي او نسيت اسمه الطعون الكبير اللي حصل سنة 1300 او سنة 1400 ميلادية قضى على نص البشرية البشرية كان عددهم ربعمية وخمسين تقريبا نزلنا للنص دفار ما بالك بقى بالسامري لما ربنا يسيبه بمرق جلدي معدي هياخد البشرية في وشه ما هو يعد ده ده هيتعاد هيعد ده ده هيتعاد هيعد ده وهمبص نلاقي البشرية ما عادش فيها خمسين بناء ده وبعدين سيدنا موسى بقوله ان لك في الحياة ان لك لك يعني ميزة انت خدتها مش مرض عيب ده بيقوله من حقك سيدنا موسى بقوله من حقك تقوله ان ما فيش حد هيقدر يلمسل لان لك اتذكرت في القرآن الكريم بأكمله من أوله الأخير وتقدر وتبحث ورايا في الموضوع ده ان الله سبحانه وتعالى لما بيعطي لأحد شيء كويس بيقوله لك يعرب انا مش هقول لحد مثلا لك جهنم او لك العذاب او لك كذا لا لك يبقى في عطية كويسة وراه سيدنا موسى بقوله فان لك في الحياة في الدنيا اللي احنا عيشينا انت هقول لها مساس وخليبلكو كلمة مساس جات منها كلمة ماسونية عشان كده المسونين مسمين نفسهم ماسونيين عرفتوا بقى كلمة ماسونية جات من من مساس مفيش حد يقدر يمسنا زي ما السامري قال لي سيدنا موسى لا مساس مش هتقدر تلمسني زي ما المسونيين سمين نفسهم الوقت ماسونيين يعني مفيش حد يقدر يجي جنبنا ما حد شي يقدر علينا سيدنا موسى كامل وقال له وإن لك موعدا لن تخلفه لا يعني يعني هيجي يوم قريب أو بعيد ليك ما عاد هيجي هيكتص منك وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عكفا لنحرق نهو ثم لننسفنه في اليمن نسفن نهرق 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 نهو دي مش تبايل لك إنهو كان حي هو سيدنا موسى ممكن ينسفه لو هو كان جماد بس كان عجلي من دهب بس لكن حرقه عشان حي هو إحنا بنحرق التماثيل يعني لو كان تمثال العجلي ده كان تمثال زي ما الناس بتقول الرياح بتدخل من ضبره وتخرج من فمه سيدنا موسى قال له كان هيقول له هننسفه لكن سيدنا موسى بقول له لنهو حرقنه الكائنات الحية اللي بتتحرق أنت هتحرق تمثال ليه؟ ده أنت لو حرقت تمثال هيئة واكتر يعني الحجارة أو الدهب لما بتحرقها طب ما هو لو هو دهب وسيدنا موسى حرقه هيسيح طب سيدنا موسى هينسف إيه؟ هو لو دهب وسيدنا موسى حرقه هيسيح إيه بقى اللي بتبقى منه عشان ينسفه في اليم طب لو كان سيدنا موسى لو كان هو من الحجارة وسيدنا موسى لو حرق الحجارة هتشتد صلابة الحجارة كل ما بتحرقها بتتصلب أكتر فهو سيدنا موسى حرقه علشان كان كائن حي والرماط بتاعه هننسفه في اليم هنرمي التراب بتاعه في المية علشان ما يبقاش ليأثر عشان ما يجيش ناس بعد منك أو بعد مننا يعبدو ده يبقى لكم برضو أنه كان كائن حي وما فيش حد يقدر يحي غير الأعور الدجال والأنبياء وطبعا مش مستحيل يكون السامري نبي لأن النبي وقف قدامه بيكلمه اللي هو سيدنا موسى فاللي بيحيي الموتى هم الأنبياء سيدنا عيسى سيدنا يحيى أنبياء كتير أحيوا الموتى فالسامري أحيى الميت طب ما هو السامري النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الأعور الدجال في آخر الزمان هيحيي الميت برضو بنفس الطريقة وعلى مدار التاريخ البشري كله من أوله لآخره محدش هيقدر يحيي الميت دي من آخر يعني مفيش حد هيقدر يعملها خالص حياء الميت دي مش هتحصل بصوا مهما بلغت التكنولوجيا مهما بلغت تطور حتى في الفترة الزمنية السبعة اللي هتقوم فيها القيامة بإذن الله برضو البشر مش هيقدروا يحيوا الميت ده واحد بمنطقة البساطة أحيا جسد وحولوا الجسد حي وليس نبي يبقى مين لا نعرف أحد سيحول المادة الكائن حي إلا الأعور الدجال في آخر الزمان يبقى أدى دليل جديد على أن السامري كان الأعور الدجال طيب نيجي بقى لمجموعة الصور اللي معانا للنقش العجيب أيوة بالظبط لم يصب الجرب أشكرك على الدكوري الجديد طيب نكمل نشوف بقى الصور اللي جاية دي كده وركزوا معايا صورة صورة ركزوا معايا في صورة صورة نقش عجيب حاجة تم اكتشافها أنت طبعا عارفين أن سيدنا سليمان الله سبحانه وتعالى أمره أعطاه السلطة على الجن وأن الجن كانوا بيبنولوا تماثيل ومحاريب نجيب لكم الآية الكريمة اللي الله سبحانه وتعالى بيقول في القرآن الكريم عن سيدنا سليمان عن الجن يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان جل جواب وقدور راصيات اعملوا آلة داود شكرا وقليلا من عبادي الشكور يبقى الجن كان بيعمل لسيدنا سليمان تماثيل ومحاريب وقدور طبعا الجن لما هيعمل هيعمل حاجة مميزة عن البشر هيعمل بها حاجة بإمكانياته بقدراتهم هم فأكيد هيعملوا شيء مميز وإلا كان سيدنا سليمان مش هيحتاج يستعين بيهم وسيدنا سليمان أكيد ما طلبش من الجن أن هم يعملونه تماثيل علشان الناس تعبد التماثيل دي لأن التماثيل أساسا والأصناع حرام في الكرآن فالسيدنا سليمان أكيد طلب من الجن أن هم يعملوا أشياء تكون إعجازية ودليل على نبوته وفي نفس الوقت تبين العظمة أو تبين التاريخ أو تثبت حاجة يعني حاجة تخدم الدين من الآخر فلوحة عمرها 3000 سنة بتعود لعصر سيدنا سليمان أخذوا اللوحة دي وودوها فرنسا بالكربون المشاع أثبتوا فعلا أن هي أصلية وتعود لتاريخ الفترة الزمنية اللي كانت فيها سيدنا سليمان اللوحة دي وجدوها في خرائب اليهود في المدينة المنورة حد اشتراها واخدها واكتشفوها في جنوب سوريا اتنقلت لجنوب سوريا ومن هناك تم اكتشافها اللوحة دي فيها صورة سيدنا موسى والأعور الدجال فرقوا بقى معايا كده على الصور دي واستمتعوا بالكلام اللي تسمعوه ده أربع وجوه ركزوا معايا عليكم السلام يا ريال الهاتف الزكي بيحيي الموت اللي هاتف الزكي بيحيي الموت ازاي ايواه مصبوب طيب بصوا كده ليه الالواح دي اللوح ده هنفتح اول لوحة مع بعض اللوحة دي بصوا معايا اللوحة دي كويس اللوحة دي هتبصوناها هتلاقوه جانب مقطع ايمن مقطع ايمن اه لراجل حزين على خده افعة وعند رأسه بكرة بصوا كده معايا اه في الصورة الافعة اللي انتوا شايفينها في الجنب دي هتلاقوها اه مارس جزء من الصورة الافعة دي هتلاقوها هنا مش عنديش امكانية تقريب الصورة بس بصوا كويس هتلاقو الافعة جزء من الرسم وهتلاقو اه الرسمة البعرة اللي في الجانب الايمن دي هي الدقن بصوا كده للدقن بتاع اللوحة بتاع الشخصية الشخصية بيهن قدامكم خالص اهو اه رجل غاضب اه شعره هو فوق ودقنه تحت وشنبه وفمه وأنفه وعينه وحواجبه وبين خالص ان هو غاضب الدقن بتاعته هي شكل دقن بس لو دقتي فيها كويس هتلاقى شكل البعرة اللي في الجنب دي والافعة هتلاقيها في بنفس صورتها كده في الجانب الايصر من الوجه تلف العين هتلاقي الافعة اللي هي في الجنب دي طبعا اه ده اقرب وصف لصورة النبي اه سيدنا موسى عليه السلام والبقرة طبعا عارفين قصتها مع سيدنا موسى والافعة سيدنا موسى حول الافعة اه طبعا الصورة بتبين ان هو كان عنده مهابة وقوة وضخابها بالجسم الرسول صلى الله عليه وسلم زكر المواصفات دي اللي احنا شايفينا في الصورة قدامكم مواصفات لسيدنا موسى لان ربنا زكر ان هو لما دخل وجز بس عدبه من من بني من قبط مصر قتلوا تخيلوا قوتوك تعمل ازاي كذلك ان المرأتين في مديان اللي ما ادروش ان هما يشيلوا الغطى من على البير سيدنا موسى الوحده رفع الغطى كان قوي جدا برضو من صفات سيدنا موسى ان سيدنا موسى الرسول صلى الله عليه وسلم قال موسى ادم طوال كأنهم الرجال شنوءة زي ما قلتلكم من شوية والشنوءة دي كانت قبيلة في اقصى جنوب الجزيرة العربية كانوا غلاز وشدات فيهم طول القامة نفس الصفات كده في الصورة اللي انتوا شايفينها دي كلها المواصفات اللي وصف فيها سيدنا محمد سيدنا موسى موجودة في الرسمة اللي قدامكم برضو الرسول صلى الله عليه وسلم قال في رحلة الاسراء والمعراج لقيت موسى فنعدته فاذا رجل حسبتها ومضطرب رجل الرأس كأنهم الرجال شنوءة قوي فسيدنا محمد وصف سيدنا موسى بانه رجل اصمر بدين الجسم من غير سمنة يعني من الاخر قوي عضلات جسمه مليان عضلات قوي جدا متناسك الشعر زومهابة ودي المواصفات اللي انتوا شايفينها قدامكم في الصورة دي الافعة طبعا عارفين قصة الافعة مع سيدنا موسى الله سبحانه وتعالى قال وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي اتوكأ عليها واهش بها على غنمي وليه فيها مقارب اخرى قال القيها يا موسى فالقاها فاذا هي حية تسعة طبعا قصة البقرة اللي مرسومة في نفس الصورة مع سيدنا موسى الله سبحانه وتعالى قال وقال موسى لقومه ان الله يأمركم ان تسبحوا بقرة فقالوا اتتخذانا هزوا هزوا قال عوز بالله ان اكون من الجاهلي طبعا احنا عارفين قصة البقرة مش داعي ان احنا مذكور في نفس الوقت الصورة اللي انتوا شايفينها قدامكم دي في نفس الصورة الكتابة اللي فوق دي الكتابة اللي هي الشعر الشعر معمول على شكل كتابة الشعر بتاع الرأس دي كتابة سمودية الكتابة اللي الجن كتب بيها اللوحة دي اللغة السمودية الترجمة بتاعتها بتقول طبن او لسع يعني رجل فطن حازق او طبن لهج يعني رجل فطن برضو دي في اللغة اللغة العرب من ترجمة اللغة السمودية طيب نيجي للوجه التاني نشوف مع بعض الوجه التاني من الصورة ده بقى لو احنا قلبنا اللوحة يعني علشان تبقوا فاهمين الوضع بقى اللوحة يا جماعة معمولة الاول نسيت اقولكم انها معمولة عن حجر البازلت على حجر البازلت اللي لا يستطيع البشر نقش عليه اللي انتوا شايفينه ده لو قلبنا الصورة لو قلبنا الصورة رأسا على عقب يعني فوقها تحتها وتحتها فوقها دي الصورة بقى هنلاقي فيها بصوا كده للوجه فوق شعر وتحت رأبة عريضة بدأ وعين وأنف والعين التانية مش موجودة يعني نصف وجه بس من الامام الصورة اللي فاتت لما كانت في الوضع ألف كانت الوجه من الجانب فطبيعي الوجه من الجانب هي بباين نصف وش بس اما الوضع من الامام فواضح ان اللي عمل الصورة كان عاوز يجيب بس عين واحدة ما اردش انه يجيب العين التانية زي ما انتم شايفين الصورة اللي في الجانب دي هي الشخص راحزه كده رقبته اعرض من وشه ودي من وصفات الاعور الدجال في اخر الزمان وشعره الاول الصورة نفسها لشخصة هي بس الرأس معمولة كأنها بصولها كده كويس ده مقطع جانبي لرأس فرعون اذا شايفينوا الصورة اللي على اليمين هي الرأس من تتخدم الرأس اللي على الشمال فيه فوق صورة الارد وتحت خنزير واللي اتنين عينهم عورة طبعا لو دقاتوا في الصورة هتلاقوا صورة الارد بجانب العين في الشمال بجانب العين وصورة العرب هي الرأس فوق فاقصر رأس من فوق صورة العرب صورة العرب في الاقصى الرأس اللي شايفها فوق الشعر صورة عقرب والخنزير هنلاقيه هنا في فوق تحت اسفل على طول الوجه بتاع الارد في جانب العين على طول وتحت رأب عريضة بدعن بس مكتوبة بشكل لغة سمودية طب نشوف موصفات العورة الدجال كما قالها النبي صلى الله عليه وسلم وبصوا للصورة وشوف الرسول صلى الله عليه وسلم وصف الاعور الدجال بمواصفات هللاقاه في الصورة الرسول قال ان هو الشاب انقطت طبعا الصورة قدامكم بين ان هو الشاب في الاربعينات الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان هو صفة في جبهة الدجال انه اجلى يعني رأبت الاورة او الجبهة من فوق عريضة وده اللي احنا شايفينه في الصورة مكتوب بين عينين كافر هتلاحظوا كده بين العينين في كلمة في لغة بين العينين اللي ايه على شكل الانف بس جايه على شكل كلمة وهتشوفوا حرف الراء الفاء والراء فوق الحاجب طيب لأيه برضو الرسول صلى الله عليه وسلم موصف الدجال وقال كأن شعره اخسان الشجر بصوا كده للشعر اللي فوق رأس الشخص كأنه اخسان الشجر اللي هما شفت الشباب اللي بيحط جل ويوقف شعره كده كأنهم عدان شجر كده او شباب اللي بيوقفوا شعرهم زي اول اعور الدجال هيبقى عمل شعره نفس التسريح هدي كده هيبقى موقف شعره شبابة الخشب كده او شبابة الشجر والصورة اللي دام كل انت شايفينها دي على الرأس فعلا الشعر معمول كأنه اخسان شجر الرسول صلى الله عليه وسلم قال اعور عينه اليسرى بعينه اليمنى زفرة غليزة طبعا اللي رسم الصورة وهو بيوصف الدجال ما جابش العين اليسرى لانها مش موجودة ممسوحة فجاب العين اليمنى فقط الرسول قال فيها زفرة غليزة يعني سماكة في الجلد اسفل العين وفوق العين بصوا كده في الصورة بصوا في الصورة کده للجفن عينه غليزة العين اللي بيشوف بيها العين التانية ممسوحة ما جابههاش لانه هو اعور العين اليمنى العين اليسرى زمان شايفين كده العين اليمنى سميكة تحتها الجلد سميك وفوقها الجلد سميك أصفر أصفر الجلد اصفر رسول صلى الله عليه وسلم برضو وصفه وقال انه عريض النحر يعني رقابته عريضة بصوا الرقابة الشخص اللي مرسوم هنا في الصورة هتلاقي رقابته بنفس عرض دماغه رقابته عريضة وده طبعا لا يتناسب مع البشر لو احنا قلبنا الصورة ورجعنا للصورة اللي قبلها هتلاقي الشخص ده رقابته تحت تحت ده انو هي وزينا كده كبشر رقابته عادية لكن لو رجعنا للصورة التانية وبصو بصينا للرقابة رقابة مش طبعية رقابة عريضة جدا يعني يعني سبحانك يا رب وصفه دقيق من النبي صلى الله عليه وسلم وبنشوفه في الصورة تبكي الاصل لا السامري مش اعور ايام النبي هو هيتعور في اخر الزمان لان اللي رسم الصورة دي رسمها على ان الاعور هيبقى اه في اخر الزمان مع اه بعض المواصفات ليه في الزمن اللي احنا فيه او في الزمن اللي كان فيه طيب نيجي بقى ليه الكلام بقى لو بصينا للداء الشخص اللي كان شفناها في الصورة الاولى اللي هو صورة سيدنا موسى كان الشعر شعره هو ادعني هنا يعني الصورة اللي فاتت الشعر اللي كان فيها هو ادعني في الصورة دي وموديه لغة سمودية اللغة سمودية دي لما جابوها في الوابع الاولاني في سيدنا موسى لقيناها ان هو معناها انسان بليغ وحكيم طيب في اللغة اللي قدامنا دي بقى لما تقلبت لقوها مكتوب جهل نسب او جهل نبح ترجموا الترجمتين دول يعني ايوم اقرب يا جهل نسب يعني شخص مجهول مش عارفين اهله مش عارفين ابوه يا جهل نبح يعني زي الكلب بينبح وطبعا الاتنين بيتفقوا مع الاعور ده الجهة طيب برضو اللي رسم الصورة ان سيدنا موسى واجه الاعور الدجال وواجه اعداء اخرين زي ما سيدنا موسى في الصورة الاولى كان قال لنا في الصورة الاولى جاب لنا الشخصيات الحاجات اللي دعمت سيدنا موسى اللي هي الافعة والبكرة دول كانوا مدعمين لسيدنا موسى نيجي بقى لعداء سيدنا موسى في الواجه الاخر اللي هو الصورة به اللي قدامنا دلوقتي اول واحد السامري اللي هو الاعور الدجال تاني حاجة اه صورة اه فرعون اللي هي الراس زي ما انتم شايفينها كده الراس دي اه رسمة الفراعنة احنا الصورة جاي لكم في الشمال اهي للراس عاوز تشوفها في الراس عاوز تشوفها في الصورة اللي في الشمال هتلاقي نفسه بالزبط ازاي الفرعوني والتاج الفرعوني اللي كان بلبسه فرعون موسى طيب نيجي اه ليه? قال فرعون زروني اقتل موسى وليدعو ربه اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد بقى ده العدو الاولاني السامري العدو التاني هو فرعون طيب الارد الاعور والخنزير الاعور اه طبعا انتوا عارفين ان الله سبحانه وتعالى عاقب بني اسرائيل اه في اه بسبب تعديهم على يوم السبت بانه قلبهم قردة وخنزير الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم وقد علمت ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فكنا لهم كونوا قردة خاسئين واية تانية الله سبحانه وتعالى بيقول كل هل انبئكم بشر من ذلك مسوبة عند الله ما اللعناه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنزير وعبد الطاغوت ولائك شر مكانا واضل عن سواء السبيل يبقى دول اللي انتوا شايفينهم في الصورة قدامكم دلوقتي اه ده اعور العين اليسرى خنزير اعور العين اليسرى موجودين في الصورة طبعا لو ما فيش امكانية ان انا حاليا اعرف اعلم لكم بس انتوا دقوا في الصورة هتشوفوه الصورة اللي قدامكم في الوضع به ده موجودة جنب العين على طول جنب العين اه في اسفل زيل العقرب في اسفل الشعر يعني والاربع اعداء اهو الخمس اعداء موجودين السامري اللي قد اعور الدجال فرعون العرب اه رأس الارد ورأس الخنزير طب نيجي بقى للصورة اه في الوضع جيم نيجي دلوقتي للصورة في الوضع جيم بصوا كده للصورة بقى سيدنا سليمان حط في نفس الصورة حاجة تعبر عنه بصوا كده ده اول الصورة اللي في اليمين هتلاقاها في الصورة اللي في الشمال بالزبط موجودة زي ما هي البطنة اهي والرجلين والاربع من غير رأس طيب نبص كده الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم على سيدنا سليمان ولقد فتن سليمان والقين على كرسيه جسدا ثم اناب طبعا احنا عارفين قصة سيدنا سليمان لما جيه شيطان استولى على ملكه لمدة اربعين يوم واعد على الكرسي بتاعه وسيدنا سليمان معرفش يسترض ملكه لمدة اربعين يوم دا كان عقاب من الله سبحانه وتعالى لسيدنا سليمان هنبقى نحكيه في قصة سيدنا سليمان في وقتها بس الله سبحانه وتعالى عاقب سيدنا سليمان بإنه جاب شيطان جلس على الكرسي بتاع 40 يوم ونزع منه الملك 40 يوم كما قالت الآية الكريمة طبعا الله سبحانه وتعالى وصف الشيطان بإنه هو ليه كرون الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ألا إن الفتنة هنا من حيث يطلع قرن الشيطان طبعا احنا شايفين صورة جسد بدون رأس وعليه قرن يعني جسد بلا رأس وعليه قرن صفات متطبقة تماما مع صفات الشيطان اللي جلس على كرسي سيدنا سليمان يعني احنا دلوقتي شايفين كذا مرحلة زمنية في صورة واحدة نيجي بقى للوضع دال بصوا كده للوضع دال في الصورة في الوضع دال شيء غريب جدا زي ما انتم شايفين كده عضو زكري نازل تحت وعضو أنسوي هتلاقوا في الصورة الصورة اللي على يمين ده عضو زكري عضو أنسوي اوصفها لكم ازاي في تدخل ما بينهم اللي تحت ده كيس الصفن عند الرجال كيس الصفن عند الرجال وفوق العضو الزكري وفوق خالص العضو الأنسوي بصوا كده في الصورة هتلاقوها كيس الصفن في النص وخارج منه العضو الزكري وفيه فوق العضو الأنسوي طب ايه السبب بقى الصورة دي تبرأة لسيدنا موسى عليه السلام ايه السبب كان في قصة لسيدنا موسى عليه السلام قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آزوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها القصة بتقول عن أبي هريرة رجالله عنه قال كان موسى عليه السلام رجلا حييا قال فكان لا يرى متجردا يعني عمر الناس ما شافوا سيدنا موسى لابس هدوم ديئة او مثلا لو هم مثلا عند المية شافوه لن مثلا لابس الهدوم ما شافوش يعني ما لابسه كأي نبي فقال بني إسرائيل إنه قادر إنه قادر يعني يعني والعياذ بالله وصفوا سيدنا موسى بأنه هو مش راجل والعياذ بالله يعني مش عارف اوصفها لكم ازاي معلش مش عارف الصيغة بس هم راموا سيدنا موسى بهذه التهمة كما قال تعالى كالذين أزوا موسى فبرأه الله برأه ربنا ازاي بها أبو هريرة قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فاختسل عند موية يعني راح عند مية كده واستحمه وحط وفوضع سوبه على حجر فانطلق الحجر يسعى واتبعه بعصاه يضربه سوبي حجر سوبي حجر حتى وقف على ملأ من بني إسرائيل سيدنا موسى ربنا حبي برأه من التهمة الشنيعة اللي هم قالوها عليه فكان بيستحمه وضع ملابسه على الحجر فالحجر أخذ هدومه جري سيدنا موسى جري وراء الحجر كان في مجموع من بني إسرائيل في الجوار فشافوا سيدنا موسى على هذا الشكل فبرعه الله أن هم من التهمة الفضيعة اللي قالوه على سيدنا موسى بأن سيدنا موسى كان يعني ولايازه بالله أنتوا فاهمين بقى مش لازم أوصف فهنا توصفت فكل الصفات بتتكلم عن تاريخ سيدنا موسى منور يا شادي كل الصفات اللي قدامنا بتتكلم عن سيدنا موسى طيب نجيب صور أعجب شوية يعني احنا قلنا الصور العادية بقى نجيب العجيب بقى بصوا كده بقى للصور اللي جادي بصوا الصورة دي هنا بقى لما لما نضم فيه آآ تقنية التقنية دي اللي هي ايه أن انت تجيب اللوحة وتنسخ منها صورة تانية وتحط الصورتين جنب بعض في جميع الأوضاع دي آآ تقنية آآ متطورة شوية آآ بيعملوها حاليا في الزمن الحديث آآ تذر الطريقة دي اسمها طريقة الدكتور رورشاخ اللي هو اسقط الصورة على نفسه اسقط الصورة على نفسه دي الطريقة اسمها ليختراعها الدكتور اسمه رورشاخ فاحنا هنستخدم الطريقة دي هنا طبعا مش عاوزين ننسى ان المكتشف وصاحب آآ هذا الامر بالكامل الدكتور محمود الجهري مش محمود الجهري آآ تذكر مش محمود الجهري اللي بلعب كرة معلش هتذكر الاسم انا نسيت الاسم بس هو خلينا نقول الجهري وخلاص آآ هو اللي اكتشف وهو صاحب البحث وهو اللي اكتشف كل هزي الصور احنا مجرد بنعيد ذكرى لهذا الامر الامر يرجع ليه بالكامل يعني مش هقول لكم ان انا المكتشف ولا اي شيء انا بس بعيد آآ الموضوع هجيب لكم اسمه آآ اسمه احمد عبدالكريم الجهري الاستاذ او الدكتور احمد الباحث الاردني احمد عبدالكريم الجهري هو صاحب هذا الامر بالكامل انا بحيي كل الكلام اللي هو قاله لانه بيأكد اللي احنا بنذكره في التاريخ لان التاريخ الرسمي التاريخ الرسمي لا يذكر الانبياء جبنالكو قبل كده برضية ايبور وازاي انكروها وازاي ان هم قالوا عن لوحة ايبور دي ان هي مش معترفين بيها وانه انكروها تماما والنهاردة بنجيب لكم النقش العجيب اللي بيؤكد عشان في ناس كتير جدا جدا بيعدوا يقولك مفيش التاريخ لم يذكر الانبياء بس احنا بنؤمن بالتاريخ ليه ما فيش حاجة بتذكر الانبياء لا فيه زي ما اجبتلكو قبل كده برضية ايبور باجبلكو النهاردة النقش العجيب علشان الناس تعرف وتتأكد ان هم بيهملوا اي شيء يذكر الانبياء يعني اي شيء يخص الانبياء بيهملوه لوحة برضية ايبور الكلمة عن سيدنا موسى واللوحة الانسى والجن اللي قدامنا دلوقتي الكلمة برضو عن سيدنا موسى وهم بينكيروا اي شيء يعني انت دلوقتي لو جبت دليل اثري بيؤكد وجود اي نبي من الانبياء يا انت هتطلع قضاء وقدر يا الدليل اللي انت جبته هيتطلع قضاء وقدر فعلشان كده انت مش بتلاقي اي حاجة فاحنا بنحاول نجيب لكم من هنا او من هناك لعل الله سبحانه وتعالى يجري الحقيقة على ادينا كلنا وتوصل لكل الناس نجيب بقى الصور اللي علاها الدور الصورة اللي انتو شايفينها دي بيتعامل اسقاط للصورة على نفسها زي ما انتو شايفين في الوسط والجانب الايمن الصورة اي والصورة بي دي صورة الشيطان يا صورة ابليس يا صورة احد الشياطين زي ما انتو شايفين لاني بتنطبق عليها كل المواصفات اللي الله سبحانه وتعالى اللي اتذكرت عن الشياطين ايوا بالزبط بتغير الصور احمد الجهري شكرا يا بالكيس سيدنا موسى تزوج من بنت سيدنا شعيب لا مش بنت سيدنا شعيب ده بين سيدنا شعيب وبين سيدنا موسى عشر تلاف سنة مين يا جماعة اللي دخل هقول لي ارد عليكها مين اللي دخل في دماغكم ان سيدنا النمديان اللي تزوج منها سيدنا موسى كان هم قوم شعيب اذا كان الله سبحانه وتعالى عاقب قوم شعيب عاقب رهيب ليهم قصة رهيب الله يعني عاقب قوم شعيب لا يقل عن عاقب قوم سمود ازاي هيكونوا في نفس عصر سيدنا موسى اللي اتعاقب فيه فرعوم ده بين شعيب وبين سيدنا موسى عشر تلاف سنة مين اللي قال ان هو سيدنا موسى تزوج من ابنة رجل صالح لا 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 محدش يعرف هو مين لكن مش شعيب لا طبعا شعيب شخصية غير زور قرنين غير والد زوجة سيدنا موسى لا طبعا بين شعيب وسيدنا موسى اكتر من عشر تلاف سنة انتم متخيلين الرقم ما عرفش ازاي جمعتهم مع بعض او بعض الشيوخ او بعض هما مجرد بس ان هو احنا عارفين ان شعيب ارسل في مديان ونسيدنا موسى ارسل تزوج من مديان فاحنا قلنا ان مديان دي هي المديان دي بقى شعيب هو شعيب لا طبعا اثار لنبي الله سليمان اوه في اكتشافات كتير لأثار لنبي الله سليمان لكن مختفية طيب نيجي ليه سؤال آه اربع اشكال الرجل اللي كان عنده علم الكتاب مع سيدنا وسليمان هو الخطر عنده مش عنده علم من الكتاب ده هو كان حافظ لإسم الله الاعظم طيب نرجع ليه الصورة اللي قدامنا دي بنرجع للصورة اللي قدامنا دي ده 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 شكل الشيطان ده شكل الشيطان اه او الصورة الاقرب للشيطان يعني وبصوا برضو للصور دي صور للشياطين يعني حابوا يحط الطاتش بتاعهم بصوا للصورة دي برضو كده صور عجيبة جدا بصوا للصورة دي كده وتمعانوا فيها صور لاشكال لا يعجز البشر عن عميلها او انهم يعملوا زيها حتى حضارة اطلانتس حضارة قوم عاد كل الحضارات المتطورة اللي سابت لنا اثار ضخمة جدا متقدرش تعمل لوحة زي دي ابدا 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 مفيش لوحة يقدر البشر يعملوها تعمل كل الصور دي وتوصف كل التاريخ ده بالشكل الدقيق ده على لوحة من البازلت بصوا للصورة اللي جاي دي برضو شايفين الصورة دي الصورة دي زي ما انتم شايفين جاب وجه سيدنا موسى من هنا وسيدنا موسى من هنا فاتفاجئ ان فيه في النص اتفاجئ ان فيه في النص صورة مكملة يعني اللي انتو شايفينه ده مش لوحة ده اللوحة واحدة بس اتعملت بنسختين وتحطت على اجهزة الكمبيوتر والسكوها ببعضها طلع فيه صورة في النص مش هتبان لو انت عامل نسخة واحدة بس زي ما انتم شايفين كده بصوا برضو اللي جاي دي لما حطوا اللوحين جنب بعض زي ما انتم شايفين كده صورة وجه كامل الصورة اللي على اليمين دي يا جماعة هي صورة لصورة الاعوار الدجال دي صورة الاعوار الدجال بقى اللي عاوز يتخيل الاعوار الدجال تبقى لمواصف النبي صلى الله عليه وسلم وتبقى لللوحة وتبقى ان هو ده رسمة للسامري اللي وجه سيدنا موسى وتبقى للدلائل اللي قدبناها كلها دي صورة كاملة للأعوار الدجال واللي في الناحية الشمال دي صورة مقلوبة لأحد الشياطين زي ما انتم شايفين كده بس الصورة اللي على اليمين هي يمكن اوضح الصورة اللي على الشمال صورة لأحد الشياطين الصورة اللي على اليمين دي صورة السامري اللي قال من شوية لسيدنا موسى كذلك سولت ليه نفسي بمزاجي يعني الصورة اللي على الشمال دي صورة أحد الشياطين بصوا بقى للصورة اللي جاية دي شايفين الصورة دي صورة اوضح صورة اوضح على اليمين واللي على اليمين دي صورة رأس واللي على الشمال صورة جسد بصوا كويس للصورة صورة رأس رغم أنها نفس الصورة يعني نفس الصورة مقلوبة لأن تلاقوا على اليمين صورة رأس وعلى الشمال صورة جسد طبعا ولسه اللوحة تحمل أسرار كتير جدا 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 احنا مع الوقت لو طبعا اعترفوا بالصورة دي وحللوها هيطلعوا منها ممكن نص التاريخ او جزء من التاريخ يبير لكن طبعا هم انقروها تماما ومحش يعرف اللوحة دي راحت فين وانا شخصان مش عارف احمد الجهري اللي مكتشف هذا الامر راح فين هو ده الحال للناس اللي فاكرة ان احنا بنقول كلام من دماغنا او ده الحال ده حالك وحالي وحال الناس كلها بيدوهك في كل شيء تافه وسيب شيء مهم زي ده الناس اللي بتقول التاريخ القديم مبهم لا مش مبهم الله سبحانه وتعالى قال لك وطلب منك وقال لك سيروا في الارض فانظروا كيف بدأ الخلق الله سبحانه وتعالى قال لك انا مسحت الامم مسحت الحضرات دمرت القفرة عملت عملت اه قال لك الكلام ده في القرآن الكريم بس قال لك انا سبتلك دلائل وبينات عن وجودهم في كل مكان دور عليهم وهتلاقيه ليه ما بيدوروش ليه كل حاجة بيدوروا عليها بتقول عكس كلام ربنا بتنكر الانبياء بتنكر كل شيء بتنكر الحقيق ليه التاريخ اللي احنا بندرسه فيه ناس بتتشدد ويقعدوا يقولولي في التعليقات انت بتقلف طيب ماشي حاضر انا بقلف جميل سيبك من كل الدلائل اللي بقدمها في كل حلقة ارميها في جامل هاتلي انت بقى الحقيقة هاتلي الحقيقة هاتلي الحقيقة هتقول لي يجيب لك الحقيقة ما تحققها موجودة في كتب التاريخ والكلام ده كله هقولك اه معلش كتب التاريخ ما فيش فيها اي قصص للانبياء فانت بتنكر يعاوز نؤمن بالتاريخ واقفر بالانبياء يا اما اؤمن بالانبياء واقفر بالتاريخ بتاعك ده طب لو كان فيه تاريخ بيقولك على حاجات كتير ما بيقولهاش التاريخ الرسمي وفي نفس الوقت بيذكر لك قصص الانبياء انت محتاج ايه اكتر من كده انت محتاج ايه علشان تعرف هتقول لي طب ايه اهمية انهم لغوا التاريخ او زي فن التاريخ او ما تسأل نفسك ايه السبب اللي هما بيخلوك محور حياتك كل شيء تافه كل شيء تافه مش متسكر اخر تريند نزلوه اللي الناس مشغولة فيه زي الوقت بتاع الكشري ده اللي شغلونا به فترة مش عارف التريند دلوقتي ايه صراحة نسيت التريند ده حاجة ادفع منه شخصية برضه اه شخصية مش متذكر بصراحة انا مش مش بركز في التفاهات دي بتوح عن بالي بس عاوزكم تعرفوا ان التفاهات دي بيعملوها علشان شوفوا اول ما جيت اتكلم على التفاهات وتغييب العقول جايب لي رسالة بقول لي مفيش بس اه الصور دي فعلا معلش كنزو اه كندرو او كادرو مش بتجاهل والله رسالك بس انا مش فاهمها مش فاهمها اه هي باللغة السمودية فعلا انا مش بتجاهلك والله بس انا مش قادر افهم زول قرنين مش زول قرنين مش زول قرنين ده سيدنا موسى بدمج الصور ان يا دي صورة زول قرنين لا افهمتك معلش باعتذر ليك باعتذر ليك لا مش زول قرنين خالص زول قرنين ده ليه قصص كتير هنتكلم عنها بالتفاصيل بس لانه هو مرتبط ب اه يا جوج ومأجوج طبعا في فيديو كبير يا جماعة في فيديو كبير انا عامله عن يا جوج ومأجوج ينزل قريب وربنا يسطر انا عوزك لما الفيديو ده تدعموه ينزل تدعموه بكل شكل في فيديو قريب هينزل اه انا بأخره يعني انا كل ما بفكر هو جاهز بس انا كل ما بفكر انزله بأخره شوية انا خايف من نزوله ربنا يسطر فانا عوزك الفيديو ده لما ينزل تدعموه بكل شكل ولون وطريقة اعملوه لأي حاجة لان ممكن يبقى فيه خطر على القناحة ايه لما نزل الفيديو ده الفيديو ده هيبقى مدعم بصور اكمار صناعية هيبقى مدعم بخرائط هيبقى مدعم بحكات كتير جدا هيكشف كذب ناسا هيكشف كذب الملحدين احتمال القناة تتعرض لخطورة في عرض هذا الفيديو فاول ما ينزل الفيديو ده ياريت تدعموه بكل شكل ولون ياريت 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 تدعموه بكل شكل ولون الفيديو ده لما ينزل هم نتكلم عليها اه طبعا كدروا اوب بكلامك صحيح هزي اللي هتطلق الخيال على اوسع مجالاته صح طبعا انا مش بنكر ان الكلام ده كله بتاع الشيخ احمد الجهري عشان مفيش حد يقول لي انت الكلام ده قديم هو قديم بس هنقعد نحييه كل فترة لان في ناس نست وناس تاهد عشان كده مهمتكم ان انتو ترفعوا الفيديو ده توصلوا لناس كتير او حتى توصلوا الفيديو الاصل بتاع الشيخ احمد عبد الكريم الجهري احنا مهمناش فيديو من اللي يوصل احنا همنا ان الناس تفوق ان الناس تعرف لان الناس كتير بتلحد يا جماعة في ناس كتير بتترك الاديان اسرع معتقد انتشارا في العالم هو الالحاد وصلوا المليار ده ده الرقم الرسمي اه 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 الارقام غير الرسمية في معتقدات بتقولهم تخطى عددهم نصف عدد سكان الارض فاحنا مهمتنا ان احنا اه ندور الشيخ احمد فلان زيد عباد لازم نجيب كل ده و نجمعه و ندعمه و نوصله و نتكلم الناس كلها و نقولهم نقولهم فيه ناس اهيب تتكلم في الحقيقة فيه ناس قبلنا تكلمت مش مهم الكلام كلام مين كلامي كلامك كلام اي حد المهم ان احنا في النهاية بنقول للناس اللي بتنكر لا زول كرنين مش كان فيه زمن سيدنا ابراهيم ده زول كرنين ده بعد سيدنا نوح بحاجة بسيطة سيدنا ابراهيم لا طبعا زول كرنين كان بعد سيدنا ابراهيم بعد سيدنا نوح بعد الطفان بحاجة بسيطة يعني بينه وبين سيدنا نوح الاف السنين بينه وبين سيدنا ابراهيم الاف السنين هو الشخصية الاقرب و ده هنبقى نتكلم عنه في وقته لزول كرنين هي الواح جلجامش شخصية جلجامش تحياتي ليك يا مسلم البلو تحياتي ليه اقرب شخصية و هنبقى نتكلم في الموضوع ده في وقته لزول كرنين هو جلجامش في العراق و اوزوريس في مصر هتقول لي انت لسه ايه الوزوريس هو سيدنا ادريس طبعا هو حصل اوزوريس دي جمعت عدة قصص لكن اصلها سيدنا ادريس لكن الرحلة بتاعة راع في جزء كده في قصة اوزوريس الرحلة اللي بيعملها هي رحلة زول كرنين فطبعا زول كرنين ده احنا هنقول لكم فيه معلومات مفاجئة مفاجئة يعني من ضن المفاجئات اللي هتشوفها في الحلقة ان البعض منكم مش بعض كلكم متأكدين ان زول كرنين ده كان معاه جيش جرار وكان بيفتح العالم كله طبعا هتستغربوا ان لما هقول لكم في الحلقة ان زول كرنين ده كان واحد بس اللي فتح العالم ده كان واحد واحد مش جيش واحد شخص واحد بس هتستغربوا طبعا وهتستغربوا ان في ملحمة مصرية بتتكلم عن رحلة اوزوريس لان طبعا شخصية اوزوريس دي في التاريخ الفرعوني او التاريخ المصري القديم بتذكر في اجزاء كتير منها قصة سيدنا ادريس وصراعه وفي نسخة تانية منها اللي هي في نصوص الموتة او نصوص الاهرام او رحلة ما بعد الحياة بتتكلم عن رحلة زول كرنين بشكل غريب جدا وهتشوفوا الكلام ده في قصة زول كرنين باذن الله هتبقى حلقة زول كرنين بعد حلقة يا جوجو ما جوجو هتستغربوا من المعلومة دي وهتتفاجئوا ان زول كرنين ده كان شخص واحد ما كانش معاه جيوش ما كانش معاه جيوش علشان الناس متخيلة ان هو كان جيش بقى وطلع يحارب وهنا اه طبعا هي لها صور اكتر من كده يا كدرو اكيد ليها ليها حاجات اكتر من كده بكتير طبعا عاوزين زي كل حلقة لا للتفاهة ولا لتغييب العقول احنا انا بحزن بحزن حزن جديد كل ما بمشي في مكان بشوف الناس تاهد العلم بيروح هنصدقوا ان اجدادنا العرب اجدادنا العرب هقولكوا كده معلومة على السريع قبل ما افل الفيديو اجدادنا العرب هم اصحاب كل العلوم اجدادنا العرب هم اصحاب كل العلوم اللي في العصر الحالي يبقى اجدادنا العرب بصوا كده اجدادنا العرب كانوا ايه علم الاجتماع اسسوا ابن خالدون علم الاجتماع في زماننا الحالي اسسوا ابن خالدون الارصاد الجوية اسسها القزويني تحليل الشفارات وتحليل التكرار والفلسفة العربية اسسها الكندي الروبوتات اللي اللي ايلون ماسك عملية تفخر بيها وامريكا بتقولك احنا اللي هنعمل عصر الروبوتات مخترع الروبوتات العالم العربي الجزري علم البصريات والكاميرا والتكنولوجيا الخاصة بيها اللي اختراعها ابن الهيسم الاحصاء والتفاضل والتكامل ثابت ابن كرة الوقاية العلاجية ابن بطلان الكحالة الصيدلة والنبات ابن بيطار الجراحة الزهراوي مؤسس علم الكيمياء ابن حيان وما ادراكم ابن حيان الانحراف الوراسي المسعودي الجبر الخوارزمي النحو العربي ابو الاسود العروض الفراهيدي والبديع ابن المعتز بالله ده نبزة كده من العلوم اللي بتتفخر بيها الغرب وبيقولوا ان هم اللي عملوها وهم اجدادنا العرب اجدادنا العرب كانوا كده احنا نوصل للمرحلة اللي احنا فيها دي للسخافة اللي احنا فيها دي لا لازم نفوق لازم يطلع من ابناءكم وابناءنا وابناء العرب علماء مش عايزين تفاه لا للتفاه لا لتغييب العقول ارجوكم ستحاسبون الله وسأحسب مثلكم الناس بتضيع الناس بتضيع بلاش تخرجوا من الفيديو والنهاردة وانتو ناسيين شيروا لا للتفاهة ولا لتغييب العقول طب الحمد لله ان هو موجود طمين تاني طمين تاني يا علاء الدين طمين تاني طمين تاني الحمد لله ان الشيخ الجهري موجود يا جماعة وليه فيديوهات هبقى اطلع عليه وكلنا بنساند بعض وكلنا لازم نوصل رسالته ودخلوا على فيديوهاته وعملونه مشاركة ولايك لانه يستحق انا مشافتش فيديوهاته اللي عملها جديدة ايه بس اكيد يستحق عالم زي ده اكيد يستحق واحد بيفوقنا وبينور لنا عنينا اكيد يستحق دي الحاجات اللي لازم نعملها فارجوكم ما تتكسلوش انتو هتتحاسب وانا هتحاسب وكلنا هنتحاسب الناس اللي تايها دي الناس اللي بتتفرج على الترندات الناس اللي بتتفرج على التفاهات هتيجي يوم القيامة ويتعلقوا في رقابتنا ويقولوا لربنا كانوا عارفين وما قالوا لناش احنا مفيش قدامنا حل غير ان احنا نقول لهم اما هم هيتصرفوا ازاي بعد كده فده شيء يرجع له ما يرجع لناش حاجة بقى بتاعت ربنا مش بتاعتنا مش علينا النتيجة بس علينا المحاولة ونحاول بكل طرق لسه لسه يا مسلم زي من رفع العلم لسه مجاش زي من رفع العلم لسه مجاش العلم موجود وهيفضل موجود كمان فترة لسه زي من رفع العلم لسه مجاش لا العلم موجود ولسه فيه عندنا عقول كتير والعرب بخير والله العرب بخير هم بس اللي شغلونا شوية فاحنا لو فوقنا من الاشتغالة بتاعة الترندات والتفهات وعصير المهلبية اللي مدخلونه في دماغنا ده هنلاقي نفسنا احسن منهم بكتير هو مش احسن مننا بحاجة احنا احسن وانضف منهم بكتير بكتير عقل العربي بمئة عقل من عندهم بس كل الموضوع ان هم مركزوا شوية عندهم ناس تفهين قابس عندهم برضو ناس بتتعلم وناس بتفوق وناس بتركز لكن احنا الغالبية العظمى بقت في التفاهة فلازم نفوق ونفوقها ارجوكم لا للتفاهة ولا لتغييب العقل تظرونا وما تنسوش قناة سونة هنبدأ نحط فيها فيديوهات هنتكلم عن العالم المظلم هنتكلم عن التاريخ بوجهة نظر تانية خالص هنتكلم عن ازاي بيفكر هطلع برضو انا في قناة سونة زي ما انا طالع قدامكم دلوقتي وهنعمل فيديوهات هتنزل متتالية هتشوفوا فيها التاريخ بشكل مختلف تماما هنتكلم فيه طبعا في قناة عسل اسود زي ما احنا التاريخ بتسلسله فترة زمانية تانية وراءة تالتة وراءة ربعة الى النهاية ان شاء الله لكن في قناة سونة هنعمل سلسلة مختلفة هنتكلم عن التاريخ ازاي كان بيفكر القدماء ازاي اتكونت عقدتهم ازاي عقولهم اتكونت ازاي ضلوا ازاي فسدوا حتى اهلاكم الله لغاية ما وصلنا لزماننا الحالي وايه اللي بيلعب في موخنا وايه اللي بيلعب في عقولنا وهندمج التاريخ وهنكشف الزيف بس بشكل مختلف فتابعوا قناة سونة ان شاء الله هحطولكم الرابط في التعليقات او هبقى حطوه في المنتدى هبقوا دخولو في المنتدى وشوفوه وشوفوه القناة عمر البشرية لا يتخطع من 30 الف سنة رياض بيسعل عن عمر البشرية ولما يتخطش 30 الف سنة ده عمر البشرية في اقصى حالاته يعني من سيدنا ادم لغاية ناية الزمان مش هيوصل 35-30 الف سنة اخره من 25-30 الف سنة وبرضو هنبقى نتكلم في الموضوع ده بشكل علمي اكتر وهنثبت عمر الارض مليون سنة مش اكتر عمر الارض والكون مليون سنة اما عمر البشرية 30 الف سنة وهنثبت لكم الكلام ده باحاديث نبوية وايات قرآنية باذن الله وهنثبت لكم الكلام ده برضو بشكل علمي سبوكم اللي بقول لكم ان الديناصرات كانت موجودة من 50 مليون سنة وان عمر الكون 4.5 مليار سنة والتخريف اللي هم بتوهكوا بها كل يوم دول مش حقيقية خالص وهتعرفوا ايه السبب برضو في وقتها بإذن الله